بعث مجلس النواب في نهاية جلسته الطارئة برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي للتعبير فيها عن دعم المجلس الكامل وتأييده للقيادة السياسية والقوات المسلحة في كل ما يتخذونه من قطوات لتأمين الأمن القومي المصري ووفق مجلس النواب على إرسال رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن موقف مجلس النواب المصري من الانتهاكات الإسرائيلية الحالية على الأراضي الفلسطينية في رسالتين الأولى أقترع على حضراتكم إرسال رسالة لفخامة السيد رئيس الجمهورية نعبر فيها عن دعم المجلس الكامل وتأييده لفخامته وللقوات المسلحة المصرية في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده موافقة أقترع على حضراتكم أيضا إرسال رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن موقف مجلس النواب المصري من الانتهاكات الإسرائيلية الحالية على الأراضي الفلسطينية فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده موافقة موافقة